أكد وزير التنمية المحلية محمود الشعراوي أن البرنامج التدريبية الأول لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية يركز على الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية ورفع قدرات كوادر وقيادات الإدارة المحلية على تطبيقها بما يؤدي إلى استدامة واستمرارية المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى المصرية بعد انتهاء تداخلات مبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في حفل تخري الدفع الأولى من دفعات البرنامج التدريبية بالمراكز والمحافظات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ذلك بمشاركة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وممدوح أوراب محافظ الشرقية وخالد عبد العال محافظ القهرة وأحمد راشد محافظ الجيزة موسيقى